اشتركوا في القناة وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة بالسيد فارس مصطفى الكوهجي مالك نادي سبارتن الرياضي وعدد من أعضاء النادي واللاعبين حيث أشد سموه بالجهود التي يبذلها النادي في خدمة الرياضة البحرينية من خلال البرامج والفعاليات التي تسهم في تحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة وتدعم الجهود في رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية الرياضة واطلع سموه على البرامج التي يقدمها نادي سبارتن الرياضي وخططه المستقبلية التي من شأنها زيادة الجهود في المساهمة بتطوير الرياضة ومستوى الرياضيين منوها سموه بالدور الذي تلعبه الأندية الرياضية ومراكز التدريب في تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية ومفاهيم الثقافة الرياضية الصحيحة ما يساعد على تحسين صحة الأفراد وتنمية المجتمعات والتقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة مؤكدا سموه على أهمية الدفع بإسهامات هذه الأندية والمراكز وتعزيز شركاتها مع مختلف الجهات الرياضية للعمل في مسار واحد لمواصلة الوتيرة للارتقاء بالعمل والمنظومة الرياضية ودفع منتسبها نحو إحراز المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات القادمة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لنادي سبارتن الرياضي من جهته قدم مالك نادي سبارتن الرياضية شكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على الزيارة التي قام بها سموه للنادي والتي تعكس تقدير سموه لجميع الجهات الرياضية وحرص واهتمام سموه على تعزيز التواصل بهدف دفع عجلة التقدم في القطاع الرياضي مؤكدا أن حرص سموه على تقديم الدعم للجميع سيسهم في تحقيق نهضة شاملة في هذا القطاع الحيوي لإحراز المزيد من المنجزات موسيقى 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 اشرتنا بحضور السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والله سبارتن كل نوع من رياضة بتحصلها في سبارتن من الملاكمة للأمامة العاب القوة العاب القوة البدنية وهو قبل الصلاة أكثر كان يركزون في بناء السام بس كل مكاين وبعد انطلاق أقول رجل بحريني في سنة 2018 المعدات والأدوات الفلندية بدت تختلف عندك العاب مشة الفلاح العاب اليوك رفع السيارة حتى الصلاة بدت يتغيرون بعد دعم الشيخ للعاب القوة البدنية زيادة سمو الشيخ خالد طبعا شيء كبير بالنسبة لي أنا وبالنسبة للناس الرياضين احنا بيعطينا حافظ طبعا للإنجاز الجديد إن شاء الله وللأجيال القادمة كل مني تطلع إلى رياضة يعني مثلا للإنجازات وسمو الشيخ خالد ما يقصر في تشجيع المادي والمعنوي زيادة سمو الشيخ خالد إلى اللاعبين في سبارتن أو للاعبين في البحرين في المملكة البحرين دافع كبير دافع معنوي ومادي في نفس الوقت إنجاز اللي حققته في باور ليفتنج حصات على المركز الثالق في أسبوع القوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر